وعلى جبهة الصعدة قتل نحو أربعين من ميليشيات الحوتي خلال المواجهات المتواصلة في مدرية باقم شمال المحافظة منذ يومين أكد قائد عسكري أكثر من أربعين حوتي بينهم قيادات ميدانية بارزة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون خلال اليومين الماضيين مشيرا إلى أن الميليشيات حاولت استعادة مواقع كانت خسرتها في وقت سابق بها الجبهة إلى أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولات وأكد القائد العسكري أن من أبرز القتلى قائدة كتاب الحسين أبو حسين الستين وأبو يوسف السالم وأبو عاد الاشواع وحسن المؤيد هذا وساندت طائرة الأباتشي الجيش في المعارك واستهدفت تعزيزات الميليشيات ما أدى إلى تدمير أربع آليات قتالية ومدفعينها ستون كيلو مترا على امتداد الطريق الدولي بين حجة وصعدة شمال غرب اليمن باتت مناطق مؤمنة وجبالها تحت سيطرة لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب القوات الخاصة يعني شيء مرهب له يعني نحن مكافحة الإرهاب وهو يعتبر إرهابي فأعتبره أنا ما أعتقد أن عاده موجود في اليمن خلال أشهر قليلة فرضت ألوية الجيش الوطني اليمني بإسناد من القوات المشتركة لدول تحالف دعم الشرعية قبضتها على مواقع استراتيجية أضعفت ميليشي الحوثي كثيرا بدءا بقرية السلام غربا ثم الخرشعي ثم سلسلة جبال الروقي الممتدة إلى تبة المعدلية وصولا إلى جبل الناصر شرقا والمطل على كافة النقاط الأمنية المحيطة بقرية الملاحيط أقرب خطوط التماس إلى عبد الملك الحوثي هذه العصابة التي هي الميليشيات الحوثي نعاملهم بنفس التعامل حرب عصابات لأنهم ما عندهم الكفاءة أو قوات نظامية عشان نقدر تقول الجيش للفن حاربهم بنفس الأسلوب تلاحم ألوية الجيش الوطني في كافة الجبهات هو سر الروح المعنوية المرتفعة التي أسهمت في تحقيق الانتصارات الأخيرة ضد ميليشي الحوثي ولزالت القوات الخاصة ومكافحة الإرهام مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية تسيطر على جبال استراتيجية في جبال مران ممثلة بجبل الوسيع وجبل الناصر و450 وجبل المعدلية من جبال مران غرب صعدة حساب مسعد الحدث